ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الاجراءات الخاصة بتنظيم السياحة في مدريات وادي حضرموت والصحراء واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم السياحة وفرع مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت والصحراء علي السقاف والعقيد مساعد بن طالب عدد من الجهات ذات الاختصاص الالية الجديدة لتنظيم السياحة في مناطق مدريات وادي حضرموت مشددا على ضرورة التنسيق بين مكتب السياحة والجهات الامنية والوكالات السياحية في الالتزام بتنفيذ الاجراءات والقوانين واكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على دعم القطاع السياحي بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وفتح فرص عمل للشباب لافتا بانه سيتم خلال الايام القادمة تفعيل نظام الالكتروني خاص بالفنادق لتسهيل العملية الرقابية اشتركوا في القناة